ما الذي يحمله بلينكين خلال توجهه إلى إسرائيل؟ في الواقع أن السياسة الأمريكية وكما أشار تقريركم لم يصل بعد إلى النقطة المطلوبة وهي الضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار من الواضح تماما أن نتنياهو يريد أن يكسب المزيد من الوقت تحت عنوان أنه يريد أن يحقق أهداف هذه الحرم بالقضاء على القدرة العسكرية لحركة حماس في وقت أن ذلك ليس فقط محفوفا بالمخاطر إزاء المدنيين الموجودين في مدينة رفاح بل أن هذا الأمر بات وفق كثير من التقديرات العسكرية بما فيها الإسرائيلية أمرا غير ممكن فالمناطق التي ادعت إسرائيل أنها سيطرت عليها في شمال مدينة غزة ومدينة غزة ووسطها وخنيونس لا زالت هناك مقاومة فاعلة وبالتالي مسألة القضاء الكامل على القدرة العسكرية لحركة حماس هذا أمر مستبعد ما يجري هو محاولة إطالة أمد الحرب من أجل أن يتفلت نتنياهو من المسائلة والمحاسبة واستمرار حشد المجتمع الإسرائيلي باعتبار أن هذه الحرب حرب وجودية الولايات المتحدة التي تأتي زيارة بلينكين للمنطقة للمرة السادسة حتى اللحظة هي تتحدث بأكثر من لغة تتحدث مع الدول العربية بأنه أنا الأوان لوقف اطلاق النار أنا الأوان لاتفاق هدنة وهي تتحدث عن إمكانية أن يكون ما وفرته حماس من إجابات كفيلا بالتوصل إلى هذه الهدنة ولكن في نفس الوقت هي لا تمارس ما يكفي من الضغوط على إسرائيل وتتحدث باستمرار عن تحييد المدنيين بل تتحدث بلغة أنها لا تمانع من أن يكون هناك ضحايا مدنيين ولكن أن لا تكون هناك أعداد واسعة في الأشهر الستة الماضية يعني بات عدد الضحايا المعلن عنهم بين شهيد وجريح يتجاوز المئة وخمسة آلاف فلسطيني هناك حوالي عشرة آلاف تحت الأنقاض والتدمير الشامل للبنية التحتية وسلاح التجويع الذي يتمدد كالسرطان في جسد أبناء القطاع وفي كل مختلف مناطق القطاع ولكن سيد جمال لماذا طرحت الولايات المتحدة الآن مشروع القرار الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار على مجلس الأمن هي دعت إلى وقف إطلاق النار من خلال استعادة الرهائن وهي تدرك أن استعادة الرهائن ووقف إطلاق النار هو منوط باتفاق هذا الاتفاق لم يتحقق بعد إسرائيل هي التي تماطل ربما يكون ذلك نوعا من إما من أجل أن تتقدم الولايات المتحدة للرأي العام الأمريكي ولأن ناخبين الذين بدأوا يبتعدوا عن دعم بايدن في الحملة الانتخابية القادمة والتي هي فعليا قد بدأت بشكل أو بآخر حتى يقول بأن الولايات المتحدة تريد وقف لإطلاق النار ولكن من الناحية الأخرى هي تتحدث في نفس القرار عن استعادة الرهاني الإسرائيلي لدى المقاومة مرة أخرى هذا يتطلب اتفاق إسرائيل تتملص من إمكانية الاتفاق إذا كانت الولايات المتحدة جادة بأن يكون قرارها ذو مغزى فعليها أن تلزم إسرائيل بقبول ما تم تقديمه من قبل الولايات المتحدة نفسها الوسطاء الأشقاء العرب ووافقت عليه حركة حماس حركة حماس تراجعت كثيرا في مطالبها من أجل التوصل إلى مثل هذا الاتفاق كي تجنب شعبنا في قطاع غزة الموت بين القذائف مرة وسلاح التجويع والتشريد مرة أخرى مصادر إسرائيلية قالت إلى أن عملية التفاوض تشهد تقدما دون تحقيق اختراق ملحوظ ما هي قراءتك أو ما هو الفهم لهذه الجملة واضح أن الولايات المتحدة الأمريكية يعني هي تريد أن توطي أجواء بأن ما هو متبقي لا يمكن أن يكون عائقا للتوصل إلى الاتفاق استدعاء رئيس الـ CIA لرئيس الموساد للدوحة هو مؤشر بأن هناك فرصة ولكن هذه الفرصة تطلب أن تقرر إسرائيل أنها تريد اتفاقا من الواضح تماما أن نتنياهو يناور نتنياهو لا يريد التوصل إلى اتفاق يوقف إطلاق النار ولو لمدة ستة أسابيع تتلوها أسابيع أخرى على ثلاثة مراحل وتصل إلى وقف شامل لإطلاق النار هو يدرك أن هذا الأمر سيؤدي بالتدريج إلى وقف كامل لإطلاق النار وتحرك المفاوضات بأسلوب عملي يفضي إلى إدخال المساعدات أي وقف أو إلغاء سلاح التجويع إلى عودة ولو جزئية أو تدريجية لسكان الشمال إلى الجنوب أي البدء بطي صفحة التهجير وكذلك تبادل الأسرة كل ذلك نتنياهو يراوغ به لأنه لا زال من منطلق أن الحرب هي استراتيجيته هو يعتقد أن هذا قد يوفر له الوقت من ناحية لمزيد من تطبيل المجتمع الإسرائيلي بأنه قادر على القضاء على حركة حماس وأن هذه الحرب حرب وجودية ولذلك أنا أظن بأن إسرائيل إن لم تواجه بضغط أمريكي جدي وحاسم وأن تخرج الولايات المتحدة عن إضاعة الوقت وإعطاء مزيدنا الوقت لإسرائيل في وقت تقدم نفسها للرأي العام الأمريكي ولجمهور الناخبين أنها على خلاف وأنها على تباين دون أن يتحول ذلك إلى مواقف حاسمة تنهي هذه الحرب من أجل البدء بإغاثة الناس في قطاع غزة وإعمار قطاع غزة وحل المعضلة المتصلة بالرهائن والأسرى على حد سواء هل القرار الذي صدر عن الاتحاد الأوروبي له تأثير أو يمثل ضغط على إسرائيل؟ بالتأكيد ولكن دوما كان الاتحاد الأوروبي بالنسبة لإسرائيل ليس بالوزن الذي تتمتع به الولايات المتحدة الأمريكية المواقف الأوروبية الأخيرة يعني متقدمة وتحديداً مواقف مفوض السياسة الخارجية جوزيب بوريل الذي تصريحاته تصب في أن ما يجري هو مذبحة أن غزة التي كانت سجناً كبيراً تحولت إلى مقبرة مفتوحة وأن عملية منع دخول المساعدات هو سلاح فتاك يتناقض مع القانون الدولي لتجويع أبناء القطاع وأطفال القطاع ونساء القطاع هذه المواقف مواقف متقدمة ولكن أيضاً الاتحاد الأوروبي لم يصل إلى درجة أن يشهر سلاح متوفر بين يديه وهو اتفاقية الشراكة الأوروبية الإسرائيلية المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان كشرط للتعاون في إطار هذه الاتفاقية الأمر الذي يمكن الاتحاد الأوروبي إن أراد أن يفرض عقوبات على إسرائيل وأن يلزم الدول الأعضاء بوقف تصدير السلاح هذا يمكن أن يكون فعالاً ولكن الذي يحسم الأمور بشكل حاسم كما قل هو موقف الإدارة الأمريكية إذا هذه الجرائم الإسرائيلية ومحاولة مد الحرب إلى مدى غير مسبوك وغير مفهوم وبدون أي أهداف يمكن تحقيقها ولكن بن يمين نتنياو عندما يتحدث عن الانتصار يتحدث عن أنه لابد من اجتياح رفح ويقول أنه صادق على الخطط العملياتية لهذا الاجتياح ولكن هذا قد يستغرق أسابيع حتى يتم إنجاز هذه المهمة هل يمكن أن يكون هناك هدنة خلال الفترة القادمة أو الأيام القليلة القادمة في ظل هذه التصريحات؟ الهدنة في متناول اليد منذ ورقة باريس ورقة إطار باريس وحتى هذه اللحظة حركة حماس وفصائل المقاومة قدمت كل ما يمكن تقديمه من أجل تسهيل الوصول إلى اتفاق نتنياهو هو الذي عمليا يعرقل ويجدد مطالبه لدرجة أنه خرج عن قضايا كان قد وافق عليها الوفد الإسرائيلي وكلنا نتابع أن الوفد الإسرائيلي الذي كان يذهب كل مرة يطلب تفويضاً أي بمعنى أن القرار في يد ليس الوفد المفاوض بل في يد نتنياهو ليخرج كل مرة كالساحر ليقدم شروطاً جديدة أو التفافات على قضايا كان قد تم الاتفاق عليها من حيث الوقت هذه في خدمة نتنياهو لأنه سيقول أننا بحاجة إلى الوقت ولكن مسألة الانتصار هي عملياً تعتمد على طبيعة الأهداف الذي حددها نتنياهو إذا كان الانتصار على مسألة تدمير القدر العسكرية لحركة حماس فهذا الأمر واضح أنه غير ممكن أما إذا كان تحقيق مزيد من القتل وجرائم الإبادة فهذا ممكن لأن كل ما حققه أو معظم ما حققه نتنياهو حتى هذه اللحظة في إطار حربه الإجرامية على قطاع غزة هو قتل المزيد من المدنيين وتدمير كل البنى التحتية يعني على كافة الأصعدة الصحية والتعليمية والبنى التحتية وشبكات المياه والكهرباء والمجاري والوحدات السكنية إلى آخره إذا كان هذا هو هدفه قد يعتبر ذلك انتصارا وأيضا إذا كان الهدف الذي يعلن أحيانا ويختفي أحيانا وهو تهجير الفلسطينيين بمنع عودتهم إلى الشمال وضغطهم في مناطق الجنوب ليبقي لهم خيار يعني عبور الحدود إلى سيناء بالقوة أو أن يكون الميناء الذي يجري الإعداد له أن يكون الملاذ الأخير للنجاة من الحرب المسعورة ربما يكون ذلك انتصارا بالنسبة لنتنياهو ولكن الهدف الرئيسي اشتفاد حركة حماس أو التدمير الكل لقدرتها العسكرية أنا أعتقد أن هذا غير ممكن وسيمنى نتنياهو بفشل ذريع شكرا